كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الرئيس الأوكراني بولاديمير زيلنسكي طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية بينهما استخدام إحدى أقوى عقوباتها بإضافة روسيا على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وأوضحت الصحيفة أن بايدن الذي وصف الرئيس الروسي بولاديمير بوتين بأنه مجرم حرب لم يلتزم بأي إجراءات محددة خلال المكالمة فماذا تعني إضافة روسيا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب إن تمت؟ وهل الأمر أحد الخيارات أمام الإدارة الأمريكية لمواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا ومن عكاساته على موسكو في حال اعتماده؟ الطلب الأوكراني بوضع روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب جاء خلال مكالمة هاتفية إذن جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس بولاديمير زيلنسكي وفق ما كشفت صحيفة واشنطن بوست والتي أكدت أن الرئيس بايدن لم يلتزم لزيلنسكي باتخاذ أي إجراءات محددة خلال تلك المكالمة الطلب الأوكراني استند إلى تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية دولا بأنها راعية للإرهاب بعد أن تبين أنها قدمت دعما متكررا للإرهاب الدولي ما يعني فرض عقوبات مختلفة على تلك الدول بما في ذلك حضر تلقي المساعدات الخارجية الأمريكية وكذلك حضر شراء المنتجات ذات الاستخدام التجاري والعسكري المزدوج وفي حال استجابت الولايات المتحدة للطلب الأوكراني ووضعت فعليا روسيا على لائحة الدول الراعية للإرهاب فستصعب تلك العقوبات على المؤسسات المالية الروسية التعامل مع الهيئات المالية الدولية وأهمها البنك الدولي بجانب العديد من المؤسسات المالية الدولية وينتج عن إدراج روسيا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب آثارا بعيدة المدى كما سيؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية الحالية لروسيا التي يعاني اقتصادها أزمات عدة منذ بدء حربها على أوكرانيا ويؤدي كذلك إلى فرض المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة عقوبات متعددة عليها وإذا أدرجت الولايات المتحدة روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب قد تصل العقوبات عليها إلى تجميد أصول موسكو في الولايات المتحدة بما في ذلك العقارات التابعة لها وفق قوانين وزارة الخارجية الأمريكية لتطبيق العقوبات على الدول الراعية للإرهاب كما أنه من شأن هذه العقوبات أن تؤكد على مكانة روسيا كدولة منبوذة دوليا على أقل تقدير في الدول الغربية واشنطن بوست تقول إن محاولات موسكو لاغتيال المعارضين في الخارج واعتقال المعارضين في الداخل وكذلك دعمها للانفصاليين في أوكرانيا والمتهمون بالقتل والاغتصاب والتعذيب بجانب دعم روسيا لنظام بشار الأسد في سوريا والذي استخدم سحة كيموية ضد شعبه كل هذه الأفعال تتوافق مع معايير وزارة الخارجية الأمريكية لوضع روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب للمزيد ينضم إلينا من ولاية ميرلند الأمريكية سيد أدوارد جوزف أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هابكنز وكذلك من موسكو السيد فيكتور أولوفيتش خبير في مركز السياسات الراهنة أهلا ومرحبا بضيفي الكريمين أبدأ معك سيد أدوارد يعني إلى أي حد هذا المطلب وارد برأيكم أن تدرجي الولايات المتحدة روسيا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب طبعا هذا أمر محزن هذا أمر محزن ولكنه واقعي ويستند بالكامل على ما نراه الواقعية تستند على واقع كيف تقوم روسيا بقتال الحرب والأفعال التي تقوم بها هل هذا أمر غير عالي بالتأكيد غير عالي أنه في سياق الحرب هناك دولة تضاف إلى لائحة رعاة الإرهاب أمر غير واقعي ولكنه قامت روسيا بأفعال تتسم بالإرهاب وأنت ذكرت بعض منها في مقدمة السؤال الاغتيالات والطريقة التي قامت بها روسيا بالحرب في أوكرانيا إذن بالتأكيد هذا أمر واقعي ورئيس بايدن قد يفعله قف على ذلك هل سيفعل ذلك؟ هذا سؤال آخر طبعا هناك يمكن فرض مزيد من العقوبات هذا قد يؤدي إلى تعقيد تجارة روسيا مع الدول الأخرى وهذا سؤال أوسع هل سيفعل رئيس بايدن ذلك أم لا؟ ولكن هذا أمر واقع بالتأكيد سأعود لك بمزيد من التفصيل حول هذه العقوبات الإضافية التي يمكن أن تفرض على روسيا إذا ما أدرجت على هذه القائمة ولكن أنتقل لسيد فيكتور من موسكو هل تتخوف روسيا من هذه الخطوة؟ بالطبع إضافة روسيا إلى لأحد الدول الرائعة للإرهاب من قبل الولايات المتحدة سيكون له تأثير سلبي للغاية ليس فقط على العلاقات الأمريكية وروسية ولكن علاقات روسيا والغرب بشكل عام هذه العلاقات هي في وضع سيء الآن وهذا التحرك الجذري سيؤدي إلى تفاقم العلاقات بشكل أكبر أذكرك بأن هذه المطالبة من قبل الحكومة الإلكرانية ليست لا علاقة بأسباب واقعية الولايات المتحدة نفسها قامت بحرب في فيتنام والقوات الأمريكية قامت بجرائم حرب موثقة تم الاعتراف بها من خبل الكثير من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين الولايات المتحدة قامت بحرب غير شرعية في العراق وقامت بتسوية الفالوجة بالكمام مع الأرض الولايات المتحدة مؤخرا هاجمت الجنرال سليماني في العراق وقتلته ولا أحد لا يوجد قوة واحدة أضافت الولايات المتحدة إلى لائحة الإرهاب هذا لا يبرر بشكل أو بآخر إقدام روسيا على ما تفعل الآن من حصار المدنيين وقتل لهم واستهداف للبنى التحتية والمناطق السكنية نعود لمحور الحديث وما يتعلق بإمكانية إدراج روسيا على قائمة الإرهاب الأمريكية منع كساب ذلك إن تم على موسكو وهل بمقدورها أن تتحمل هذه التبعات روسيا بها أحد عشر توقيت زمني وأحد الدول النووية الكبرى في العالم السؤال هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنهي بالكامل الانقطاع الدبلوماسي في العلاقات مع ثاني أكبر دول النووية في العالم هل الولايات المتحدة ومؤسسة السياسة الخارجية تعتقد أن مثل هذا التحرك سيحقق مصلحة الشعب الأمريكي هل البيت الأبيض وإدارة بايدن تعتقدان فعلا أن هذا سيساهم في عقد مفاوضات مع موسكو في المستقبل موسكو واضحة تماما في هذا الصدر وتعتقد أن هذا التحرك سيكون ضر للغاية بأي مفاوضات مستقبلية وسيكون خطر أيضا أعود بهذه النقطة للسيد إدوارد من ميرلند يعني ما الذي يمكن هنا أن يمنع الولايات المتحدة من الإقدام على هذه الخطوة وهل يمكن أن تكون بالفعل لصالح أوكرانيا ووقف العدوان الروسي عليها أم ستزيد الأمور تعقيدا في هذه الأزمة حقيقة أننا نجري هذا النقاش ونرى رد فعل الضيف في موسكو يظهر أن هناك فائدة أو كرر فائدة أن سيد زيلنسكي أثار هذا الموضوع مع الرئيس بايدن وكما نرى رد فعل الضيف نرى مدى قلق روسيا حول إمكانية إضافة روسيا إلى هذه اللاحة ونحن نعلم بالفعل أن روسيا معزولة في المجتمع الدولي وهناك ثلاث أصوات في مجلس الأمن اثنين منهما أشار أن روسيا هي المعتدية والقرار الثاني أشار إلى الأعمال البربرية التي ارتكبتها روسيا والتصويت الثالث مؤخرا قام بإزالة روسيا من مجلس الأول المتحدة الخاص بحقوق الإنسان والرئيس والضيف الروسي لا يستطيع أن ينكر ذلك أو يلوم الولايات المتحدة ويتحدث عن حرب فيتنام في السبعينات هذه أحداث تشير بالفعل من قبل المجتمع الدولي القلق العالمي الذي يشعر به المجتمع الدولي تجاه قيام روسيا بهذه الحرب هذا أمر لا يمكن ننكره ونحن نعلم أن عندما قامت الولايات المتحدة أو جنود أمريكيين يرتكبون مثل هذه الأمور تكون هناك محاسبة وهذا فرق كبير بين ما نرىه الآن في روسيا ونرى هناك أمور مقلق الغاية وأرجو أن يكون الضيف على علم وتصله المعلومات حول الجرائم التي ارتكبت ووثقها الكثير من الصحفيين الدوليين وهذه الأمور التي حدث في بوتشا ليست مفبركة ربما هناك انهيار تامي بالنظام أو في النظام أو هناك تجيع من القيادة الروسية وأيضا قصف ماريبول كما شاهدنا في تكريم السابق إذن روسيا بالتأكيد تستحق أن تضاف إلى هذه اللائحة كيف ترد على النقطة التي تفضل بها سيد فيكتور من موسكو فيما يتعلق به هذه الخطوة قد تقطع الطريق أمام الحل الدبلوماسي ومسار المفاوضات إن عاد بين الروس والأوكرانيين ما رأيك بهذه النقطة تحديدا وأثر هذه الخطوة على مسار الحل السياسي والدبلوماسي لهذه الأزمة هذا سؤال ممتاز وسأقول لك إجابتي هي أن المسار الدبلوماسي لن يتأثر بالضرورة طبعا لدرجة ما هناك توتر كبير في العلاقات وهذا سيساهم إلى زيادة التوتر هذا صحيح ولكن من ناحية التفاوض بإنهاء الحرب ووقف القتال هذا يعتمد على الموقف في ساحة المعركة والضغط الاقتصادي والعسكري المتزايد التي تقع تحته روسيا طبعا رئيس بوتين تحت ضغط حتى للبقاء على قيد الحياة بعد هذه التدابير التي قام بها وسوء الحسابات وطبعا نحن نعلم أن هناك سفينة روسية تم إغراقها من قبل صواريخ أنتجتها أوكرانيا نفسها وليس من الغرب وقامت بإغراق هذه السفينة موسكفا وهذا عار على البحرية الروسية إذن من الواضح أن روسيا تعاني وهي يائسة لتوصل وقامت بالاحتجاج بشكل رسمي مع الولايات المتحدة حول تقديم الولايات المتحدة لأسلحة إذن نحن نعرف أن روسيا في وضع ضعيف تسببت فيه الاعتداء التي قامت به والحسابات الخاطئة طبعا إضافة روسيا إلى لاحة الإرهاب سيضيف إلى توطر في العلاقات بالتأكيد بالعودة لك سيد فيكتور ما الذي يمكن أن تغيره روسيا بعد هذه المخاوف ربما من إضافتها لقائمة الإرهاب الأمريكية لسيما وأن أهداف الاستراتيجية العسكرية على الأرض لا تمضي ضمن الإطار الزمني المتوقع من قبل لروسيا وبالتالي ولكن هنا للتعليق فقط العديد من المراقبين كانوا يتحدثون ومن روسيا أيضا عن إمكانية تحقيق أهداف لسيما فيما تعلق بكييف في فترة وجيزة والذي حصل هو العكس انسحاب القوات الروسية من كييف لم يكن هناك أي فترة زمنية أعلن عنها لإتمام هذه الأهداف فمن هذا المنظور هذه العملية يمكن أن تطول لفترة طويلة وكلما طالت كلما تزيد إمكانية طول الحرب لأن روسيا لن توقف عملها حتى تنتهي أهدافها هذا كان قرار استراتيجي من قبل روسيا ردا على ما قامت بين الولايات المتحدة والغرب روسيا لن توقف هذه العملية العسكرية حتى يتم إتمام أهدافها إذا قامت الولايات المتحدة وحلفائها اختارت القيام بأعمال تدميرية ستكون لها هجمات هذا سيكون له عواقب وخيمة على علاقات الأمريكية الروسية والروسية الأوروبية روسيا لا تريد تدهور مزيد من التدهور في العلاقات الولايات المتحدة ولكن إذا كان هذا هو ما قرره البيت الأبيض إذن روسيا سترد بشكل مماثل وهذا سيكون له تأثير مباشر على علاقات الدبلوماسية المباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا ومن المهم جدا للاستقرار الدولي أن للولايات المتحدة وروسيا أن تتحدثان وأن الحكومتين تستمران في الحديث وأن يكون هناك حوار مع صعوبة ذلك إذن الخطوة التي نتحدث عنها إمكانية إضافة روسيا إلى لائحة رعاة الإرهاب سيكون له تأثير ضار للغاية على المفاوضات التي يجب أن تحدث منذ وقت لآخر وبشكل مستمر فيما تعلق بتحقيق الاستقرار الدولي إذن هذا الأمر لا يجب الاستهانة بها الولايات المتحدة لن تحقق أي شيء من هذه الخطوة ولكن ستؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية بين أكبر دولتين نوويتين وهذا سيمسط الخطر ليس فقط الولايات المتحدة وروسيا ولكن الشركاء الآخرين أيضا هذه خطوة خطرة وقد تكون سوء حسابات سوء حسابات جسيم والولايات المتحدة يجب أن تنظر في عواقب هذه الخطوة ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة نفسها بل لشركاء الدوليين أيضا أما فيما يتعلق بما ذكره السيد جوزيف حول مدى سخافة الجرائم الحرب الأمريكية لا يوجد أي شيء سخيف حول ما حدث قمت به أمريكا في الفلوجة في 2003 والقوات الأمريكية في العراق لا يوجد شيء سخيف حول تصفية وقتل الجنرال الإيراني في العراق واضح سيد سيد فيكتور قد ذكرت هذا سابقا بالانتقال لك سيد نعم سيد فيكتور نعم سيد إدوارد يقول سيد فيكتور بأن هذا الأمر سيكون خطير وله تداعيات كبيرة على العلاقات بين أقوى أو أكبر دول العالم بين الولايات المتحدة وروسيا ما رأيك بهذه النقطة ومسألة القرارات والعقوبات المتزايدة على روسيا في الوقت الذي تدك الآلة الروسية العسكرية وتفتك بالمدنيين كل يوم ما جدوى هذه القرارات والعقوبات الهدف من هذه العقوبات هو مساءلة روسيا عما قامت به من نجمات ضد المدنيين وحربها غير الشرعية وغزوها لأوكرانيا والطريقة التي تقوم بها بالقتال في أوكرانيا هذه المقارنة مع الولايات المتحدة هي ببساطة غير حقيقية لأن الولايات المتحدة تسائل جنودها الولايات المتحدة سؤلت حول أو حوسبت حول هذه الأمور ولا يوجد مقارنة على الإطلاق هذا مجرد تشتيت الانتباه والدفاع عن العمليات العسكرية الروسية التي لا يمكن الدفاع عنها الضيف قال أن روسيا اتخذت قرار استراتيجي أنها ارتكبت خطأ استراتيجي حسب ما يقول الكثير من المسؤولين الأمريكيين بما فيهم وكالة استخبارات الأمريكية والبريطانيين وغيرهم لقد قامت بخطأ استراتيجي الضيف آمل أنه يعلم بالحقيقة والمعلومات الحقيقة وليست البروفاقاندا والدعاية التي تروجها ماكينة التضليل الإعلامي الروسية يمكن أن حاول أن تجد السفينة موسكفا إنها في قاع المحيط الآن بعد أن تم أغراقها من قبل صاروخين أوكرانيين هذا عار هذا إحراج لبحرية حديثة تدعي أنها دولة عالمية و دولة عظمى هذه دولة في حالة انحصار ولديها أسلحة نووية إنها دولة ضعيفة وخطرة وتزداد في الانعزال كل يوم سأقول لك كما أضف الضيف أن هذه العملية لن تنتهي حتى يحقق الأهداف الروسية هذا غير حقيقي ستنتهي عندما الصين تنضم بشكل مسؤول مع المجتمع الدولي وتقول الرئيس بوتن اللعبة انتهت كان لديك فرصة وأنت غير كف وجيشك غير كف وانته اللعبة هنا ستنتهي الحرب ولن تحقق روسيا أهداف من ولاية ميرلد الأمريكية نعم سيد إدوارد جوزف عذرا لمقاطعتك أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونس هوبكنز شكرا جزيلا لك وأشكر موصولك من موسكو سيد بكتور أولوفيتش خبير في مركز السياسات الرهنة شكرا لكم